ده handing لك إلي estéه Rivera الإهليله يع حسنا الأهلي العبية متوترة مبارات الأمبالحة و الزمالك حطت الأهلي تحت ضغطه برضو دلوقتي نحن نتصرج على المتعة الدور وهو真تمنى في هذا المنفسه تبدأ في أخر مبارات حطت الأهلي نحن الأهليز reasonably النهاردي يع Lulu و Eve Trigal النادي الاسماعيلي مهما كان ظروف الاسماعيلي بمر بيها يبقى اسم النادي الاسماعيلي ولعيبة النادي الاسماعيلي ولما يبقى معك جهاز محترم يعرف يلعب ازاي دي اكتفت كتير جدا 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 وجود كابتن اهاب قدري يرجع تاني الصقة اللعبة النادي الاسماعيلي اللي انت شفتها النهاردة وتشوفها في المباريات السابقة النهاردة النادي الاسماعيلي كان محظوم الى حد ما في اللعيبة تلعب بدون ضغط عصب كبير جدا النهاردة أداء النادل الأحلي مش هو اللي احنا كلنا متعودين عليه زي ما بقولك فيه جزء كبير جدا الموسيماني كان ساعد نادل الإسماعيلي فيه في ايه بزبط؟ ساعد الإسماعيلي ازاي؟ ساعد الإسماعيلي لأنه النهاردة التغييرات اللي تمت إن أنا النهاردة بلعب بتلاتة الزندر وأنا كسبان واحد عايز أأمن المباراة ولما بتلعب فرع كبيرة زي الإسماعيلي أنت في أي وقت من الأوقات وطالما أنت بتنافس لازم تجيب جون واثنين عشان تقدر تخلص المباراة بادري موسيماني وصل رسالة إن أنا عايز أحافظ على الهدف لما لقى الإسماعيلي بتغيير مدبولي محمد صادق فرق كتب جدا في فرق لدي الإسماعيلي والعكس لما الأهلي لعب ثلاثة في نصف الملعب إدى الإسماعيلي الرياحية إن أنا عايز أممكن أقدر أتعادل وممكن كنت أكثر لو عندي لعيبة في الخط الأمام الإسماعيلي تقدر تعمل كنت رأسك بشكل كويس جدا كنا ممكن نقدر نجيب جون التاني النهاردة ونكسب الأهلي ولكن تغيير محمد طاهر أنا كنت بشوف إنه لازم يبدأ به لإن من اللعبها الكويسة جدا أغاية مش هو الوقت بتاع دلقتي يعني صعب جدا لأنت ترجعه من فترة غياب كبيرة جدا وتلعبه وصد فرقة كبيرة اللي أنا بقولك نادل إسماعيلي صعيد كبير لا أحد يستهان به فالنهاردة بداية أجيئ مش ده كان بداية صح إنه أجيئ مستوى متراجع بشكل كبير من ساعة عودتهم للإصابة هو ربما أفضلوا على طاهر لأن طاهر نفسه لسه رجع القايمة بعد من ساعة الأولمبياد فواضح إنه بص طاهر مهما كان حتى لو إحنا نقول موجد وجوده في الملعب بيدي رسالة للفرقة إنت لما يكون عندك لعيبة تؤال ولعيبة خبرة وقيمة طاهر محمد طاهر بتوفر رسالة للفرقة لقدامك اللي إنت نازل عايز تكسر عايز تخلص الماتش عندك إنت كل بمت إنت النهاردة بص الحسابية النهاردة كل فرقة بتنافق هتأثر في بمت هتفرق معاها وده اللي موجود النهاردة فعايز مش عايز أبعد عن اللقاء خلينا أتكلم على النادي الإسماعيلي أدي له حقه شوية اللعيبة برغم الظروف دي كلها يا هاني ويقدوا بالشكل دوت وبالروح ديت بصراحة أنا بحييهم على كل الروح اللي قدوا بيها النهاردة في ظل الظروف اللي بمر بيها الإسماعيلي بشكرهم بشكر الجهاز الفني بشكر كابتن عالة أبو كريشا كابتن عماسي اللي ناد اللي خلونا نحس اللي إسماعيلي رجع تاني واحدة واحدة مش هو اللي إسماعيلي طبعا ولكن الروح رجعت الصقة للعيبة رجعت تاني اللي حسنا النهاردة الإسماعيلي بمن حضر زي ما بيقولوا بتلعب نهار الأهل بطل أفريقيا بتلعب نهار الأهل بنفس على الدوري بطل الدوري بتلعب لعيبة كبار لعيبة خبرات وكابتن أهاب قدر يعمل فرقة كويسة وقدر نقول اللي إسماعيلي رجع تاني بشكل كويس عايز أشكر فوزي لأن الجمهور بعض الجمهور كان بشكل كدرات فوزي النهاردة أنا بحييه أنا بحييه على المستوى والثقة والرجول اللي عملها وقت ما الفريق تراجع لورا كان وحتاجه ظهر بشكل رائع فوزي بصراحة يعني النهاردة ودي الثقة يعني اللي إنت بتبني عليها فرقة إن اللعيب لما يأخذوا الثقة والفرقة تديروا الثقة هيشيل الفرقة وده اللي إحنا شوثنا النهاردة توفيق ربنا كان معاه طبعا وهو إنسان يستحق أكتر من اللي هو فيه فيه غلطات ما فيش حد ما يغلطش بس إحنا كل الدعم اللي هو يقدر يشيل نادل إسماعيلي مع الدعم اللي موجود كمان من الموسم الجديد بشكر مدولي قدر إزاي ينزل يغير المباراة في الشكل الهجومي بانتحواذه على الخورة إسماعيلي كان نقصه حد يقف على الخورة صادر النهاردة يعني ما كانش في الفرمة ما كانش فايق يمكن التغيير اللي حصلت دي تغيرت سير المباراة لنادل إسماعيلي مهم اتكلمت في نقطة مهمة قوي يا كابتن حسني على إن الإسماعيلي ده الفريق اللي ما ينفعش حد يستهين به مهما كان وضع الإسماعيلي في موسم أو موسمين طيب بالاستقرار اللي حاصل بمحاولات التجديد للكابتن إيهاب جلال قبل ما تخلص بشكل رسمي الفريق نقص له إيه عشان ينافس يرجع ينافس علاقة بالدوري مرة تانية لو تكلمنا عن الموسم اللي جاي مثلا لا لا بص بص الإسماعيلي ينفع نفسه على دوري صعب جدا 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 وأنا بقولها والحمد لله صراحتي ناس عارفها أيضا الإسماعيلي مش موضوع اللي أنا أرجع سرقة وقف على رجليها فأنا نفس على دوري مرة واحدة لا الموضوع المنافس على الطولة أو اللي أنت تتحقق بطولة ده محتاج شغل كبير جدا 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 أولا الاستقرار الإداري اللي مش موجود في النادي لسه أنت داخل عن انتخابات مش عارف الاستقرار هيبق على مين ثانيا أنت كابتن إهاب إنت فيه هيوعد أو مش هيوعد ثالثا اللجنة الفنية هي دلوقتي يعني بين نارين هتقعد ولا هتمشي ومن المجرس الإداري اللي جاي ثالثا وأولا وأخرا نوعات اللعيب أنت النهاردة حشان تقدر تنافس أنت النهاردة بقرة بقت مادة بشكل كبير جدا نوعات اللعيبة اللي أنت هتقدر تجيبها محتاج اللي أنت هتديها فلوس كل ده كلام يا هاني يوديك اللي أنت تدخل بطولة هل ده متوفر في نادل إسماعيلي دلوقتي لأ طبعا نادل إسماعيلي أنا شايف أن وجود كابتن إهاب مطلب جماهيري مطلب يعني ما نقدرش نقول واحد في المية لأ ولا آه لأ ده احنا لازم نأكد مليون في المية على وجود كابتن إهاب جلال وجود اللجنة الفنية ودعم من اللعيبة المحترمة لو خمس أو أربع لعيبة تقال يعني يعني اللعيبة خبرة تقدر تفرق مع نادل إسماعيلي مع اللعيبة اللي موجودة ومع وجود الكابتن إهاب ومع وجود مجلس إدارة أنا بقول أهو وجود مجلس إدارة يسيب كل واحد يشتغل في الحتة اللي النادل إسماعيلي يرجع بها وده اللي احنا شفناه وضحت جدا وأعتقد أنك قلت روشتة يعني مهمة لاستقرار الفني والإداري واللاعبين اللي عندهم قدرات يخلوا الإسماعيلي يرجع مش بس يبقى ويقف على رجله بل ينافس على القابة كابتن حسن ترجمة نانسي قنقر